بدء زي بدء يمكن احنا كنا بنتكلم على عنوان رئيسي للفقرة هو الدور اللي بتلعبه مصر واللي اظن انا وانت والكثير نتفق مش بس في مصر بل في المنطقة العربية وهناك الكثير من الاطراف العالمية سواء اذا كانوا كتاب سياسيين حتى افراد فاعلين داخل حكومات بلادهم يعلمون جهانا ان الدور المصري في هذه الازمة الراهنة هو الدور الرئيسي السؤال اللي ممكن احنا كلنا نتساءل فيه او نحب نشرحه للناس ليه دورنا هو الدور الرئيسي لماذا يذهب كل زعماء العالم لمهاتفة الرئيس السيسي او القدوم الى القاهرة للقاء واخرهم الرئيس جوزيف بايدن قبل اقصى صحيح اولا الدور مصري تاريخي لو نتكلم في التاريخ فالتاريخ شاهد وحاضر على الدور المصري في القضية الفلسطينية يعني يكفي ان يعلم الجميع ان مصري خاضت خمسة حروب من اجل القضية الفلسطينية قول الواحد ده عمر ما فهوش كلام تمانية واربعين ستة وخمسين سبعة وستين الاستنزاف تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين خمسة حروب انت انتهت معك مشكلتك كمصر مع اسرائيل بتوقيع التفقية السلام الشهيرة في كامبديفن يعني دور مصر تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية دور سابت ومقدس ولا يقبل الجد ولا الكلام اشتركوا في القضية